اشتركوا في القناة بعد 40 سنة انتصارات مقاومة بعد تضحيات بعد قدرات غير طبيعية أكثر من الطبيعية لدى المقاومة في تحدي العدو ورغم ذلك وسلطة من المفترض أنها حليفة لحزب الله ورغم ذلك أنا أريد أن أتنازل للعدو عن جد معادلة أنا ما عم بقدر أفهمها ياريت بيشرحوا لنا إياها الإخوان بقيادة حزب الله شو هاي المعادلة اللي نحن منطلع صواريخ بحرية ومنهدد العدو ومنرعبه وما بينام وبتروح مراكز الدراسات عنده والمحللين والباحثين بيعملوا تأديرات للقدرات للحزب الله ولمخاطرها على إمكانية استخراج النفط والغاز والسلطة تفاوت بالحد الأدنى وبالتالي تقدم التنازلات للأمريكي قبل الإسرائيلي أنا عم بصدر ردود أنه حضرتك عم بتعطي شي جوا مش مظبوط أنه أول شيء قال مين المستشارين المقربين الرئيس عندك أسماء ما رح فوض فيه اللي حكينا عنهم هون قبل بمرة لسميتهم قبل قصدك مين الوزير ياسبو صعب لأنه هو المستشار المكلف مين غير الوزير والله ما رح أرجع للنقاشات معهم ما في كتار منهم راحوا قعدوا مع ديفيد هالوقت بالسفارة وحكيناها هون عندك ورحوا قالوا له وقالوا له وقته أنه طمم بالك صار تعديل 6433 المرسوم صار ورانا وما رح نعدل وماشي الأمور وهذا اللي صار لو حكينا شي ما صار كان فيهن يحكوا بس هن عبي هن عبيوا وصلوا له هالسورة طب ما بالآخر اليوم الرئيس عون مفوض أو للوزير بصعب بهذا الملاح مفوض ويصطفل منه لأله ما بيعنيني لكن أنا أنا زلمي أنه عم يحكوا من رأسهم مثلنا نعرف سيد محمد إذا في ناس هن من رأسهم عم بيقادروا أنا زلمي طالع من الأرض بمنطقة كنت بمنطقة حساسة جدا أيام ما كنا بالحركة مساهم على الأرض مش بالتنظير بانتفاضة ست شباط وبالمواجهة اللي صارت بأكتر من محطة مع الاحتلال ومع الوجود الأمريكي في تلك المنطقة أوكي فأنا ما بغير موقفي إذا حزب الله بده يسير هاي السلطة ويروح معاه هو حر أنا ما بغير موقفي ورح ضلني أحكي من اليوم لأله يفرجه بأنه أي تفاوض لا يقوم على قصص صحيحة يمتلكها لبنان من خلال الخبراء الموجودين أنا رح اعتبره تنازل أخطر بكثير من 17 أيام ما نسيالتك يا مصوك اشتاهم بهذه سيارة هلا ما عنده برنامج صار معروف بيشوف مصير الطاقة بيرجع بيشوف اللواء عباس إبراهيم بيرجع بيشوف قائد الجيش وبيشوف الرؤسة ثلاثة وعلى هام ايش بيعملوله عشوات وأعدات وكذا هيدولي كل اللقاءات بيمثل موقف من؟ موقف السلطة اللبنانية من يمثل موقف حزب الله؟ ما حدا هو يعني الحزب هو بعبر عن موقف وحتى سمحت السيد لا لا ما بعرف أنا لك يعني اللواء عباس إبراهيم ليه؟ ما بدي أدخل ما بدي أدخل ليش أو ما ليش أنا بعرف بلتزم بالكلام اللي بيقوله حزب الله دائما سمحت السيد وهديك اليوم رجع عادة من يعبر عن موقف حزب الله هو يا أنا يا حزب الله يا أما قيادة حزب الله ما عنا شيء لا اسمه ناس يعبره عن موقفنا ولا عنا مصادر طيب وبالتالي حزب الله يعبر عن موقفه واليوم هذا الفيديو هو تعبير عن موقف حزب الله أنه هو حاضر في حال من المفترض هيك السلطة السياسية أنه تشد ركابة هلأ وتقول لأموس هوكشتاين أنت أمامك خيارين يم ناخد حقوقنا كاملة مش حق القانا هذه القصة السخيفة يم ناخد حقوقنا كاملة وفكر رؤية اللي نحن حطينا ومنروح على طاولة المفاوضات ورأسنا مرفوع وبوفد يحترم نفسه ووفد فيه رجال مش ناس رايحين خايفين من الأمريكي قبل ما يروحوا أو بقولوا له روح واجه حزب الله صفل منك لأله إذا فيه حدا إذا فيه رجال إذا فيه رجال بهاي السلطة يتصرف على هالأساس ما بعرف ما فيك تقول لي ما بعرف لما الرئيس بري بيقول له ريض حق القانا كاملا الرئيس تيار الوطن الحر جبران باسيل بيقول قانا مقابل كاريش عم تضحك وشتاين تضحك على المعادلة كمان ليش عم تضحك على المعادلة لأنه لأنه يا ست نانسي الإسرائيلي عامل مسح من الخط واحد للخط تسع عشرين عامل مسح كامل لبنان ما عامل أي مسح بهذا الموضوع وبالتالي أنتوا عم تحكوا عن حق القانا اللي مش مسحينه ولا بتعرفوا حدوده ولا بتعرفوا وين واصل ولا بتعرفوا تفاصيله ولا بتعرفوا شو فيه بالألف واربعمية وثلاثين كم مربع اللي عم نطالب فيهم والإسرائيلي مسحهم كلهم وعم بيقول لكم بدي فوقهم أنا جزء من البلوك رقم 8 لا وبطلعوا لك قصة سخيفة أكتر أنه الإسرائيلي بدوا إياها لحتى لي يمد أنابيب من هناك ما بيعرفوا ما بيعرفوا ما هي المشكلة نتعاطى مع مجموعة جهلة صراحة يعني ما بيعرفوا أنه وفقا للقانون البحار الدولي يحق لأي دولة بين هلالين كيان عدو كذا هذا أمر آخر عم نحكي دولة مسجلة في الأمم أو معترف فيها في الأمم المتحدة يحق لأي دولة أن تمدد أنابيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة تانية شرط أن لا تهدد مصالح تلك الدولة فبطلعوا لك خبريات وبيصدقوها أنه لا ما الإسرائيلي بدهم لا بدهم البلوك رقم 8 لأنه الإسرائيلي بالمسح اللي عامله وهذا كمان شيء افتراضي أكيد بيعرف أنه فيه امتداد لحقول هو بتهمه فبدوا يعطينا 20 كيلو ماتر بقانا لياخد 300 كيلو ماتر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر